ضمن مخططات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في العراق فإن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد يواجه حملة تحريض مستمرة من قبل الميليشيات المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها والتي تعتبره معقلا للإرهاب وتصفه بالغدة السرطانية تعيش الطارمية منذ عدة سنوات تضييقا أمنيا وأجواء عسكرية مستمرة سجل فيها خلال الفترة السابقة انتهاكات كثيرة من عمليات دهم دون أوامر قضائية واعتقالات عشوائية فضلا عن تطويقها بالسيطرات الأمنية والميليشيوية المرتبطة بإيران بشكل تام فيما يشهد قضاء الطارمية انتشارا عسكريا واسعا بعد هجوم نفذه مسلحون قبل أيام ضد قوات الجيش الحالي في الطارمية مما أجبر الأهالي على البقاء في منازلهم خوفا من هجمات وعمليات انتقامية تنفذها الميليشيات في الوقت ذاته تشن جهات سياسية وقيادات ميليشيوية حملة تحرضية ضد أهالي القضاء مطالبة باستنساخ تجربة ناحية جرف الصخر في الطارمية في إشارة إلى اجتياحها من قبل الميليشيات المسلحة وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري أكد أن هناك محاولات مستمرة لإحداث تغيير ديمغرافي في الطارمية ومناطق حزام بغداد بصفة عامة بذريعة حدوث خرق أمني فيها بالنسبة للطارمية هذه النغمة نسمعها في كل مرة يحدث فيها خلال أمني طيب إذا حدث خلال أمني في الطارمية تجرف بساتين الطارمية حدث أمني في أبو غريب تجرف أراضي أبو غريب ويستولى عليها حدث أمني جنوب بغداد أيضا تجرف أراضي اليوسفية والمحمودية ويهجر أهل أمنا وهكذا في شرط بغداد وغيرها هل هي هذه المعالجات؟ هل هي هذه دولة تحترم نفسها تعالج الأمور بهذه الطريقة؟ أن هناك شيء ما موجود وهو التغيير الديمغرافي أهالي قضاء الطارمية يعيشون في حالة من الرعب مع تصاعد حملات التحريض ضدهم حيث دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت إلى تجريف بساتين الطارمية بالكامل معتبرا ذلك حلا نهائيا لما سماه الإرهاب هذه التصريحات وغيرها تكشف عن الدوافع الطائفية ضد سكان حزام بغداد تمهيدا لإجراء عمليات تغيير ديمغرافي شامل يخدم المصالح الإيرانية تحت ذرائع واهية